موسيقى السلام عليكم أعزائي مشاهدين فضائية العراق التربوية ونحن نلتقي في درس جديد لمادة الجغرافية البشرية للصف السادس الأدبي أعزائي الطلبة ناولنا في الموضوع السابق ما هي الأسس التي وضعها الباحثون لتعريف المدينة وكانت عندنا سبع أسس لتعريف المدينة الكثافة والحجم والمظهر والأساس الإداري والأساس التاريخي والوظيفي اليوم رح ننتقل إلى ما هي عوامل نشوء المدينة أو كيف تطورت المدينة كيف تطورت المدينة؟ رح نجي إلى الجانب العلمي نمو المدينة والتحضر لا بد من التمييز بين المجموعات بين مجموعة من المصطلحات وهي كالآتي عزيز الطالب هذا يجي بصيغة التعريف هنا رح يقول لي عرف الحضرية أول أسس رح ناخذها هي التحضر هنا إذا رح يجيني تعريف التحضر وهذا وارد وزاريا هو التغيير في نسبة سكان المدن في بلد ما أو هو عملية أي عملية انتقال نقدر نقول عملية انتقال السكان من الريف إلى المدن إذن هي عملية انتقال السكان من الريف إلى المدن هذا هو التحضر وتشير أيضا إلى وصف التغيرات التي تحدث في التنظيم الاجتماعي للمجتمع نتيجة نتيجة تركز السكان في المدن ولهذه الظاهرة آثار ديمغرافية تتمثل في زيادة التركز السكاني في المدن وزيادة أعداد المدن وزيادة حجومها فضلا عن آثارها الاقتصادية والاجتماعية إذن رح يكون عندي تعريف التحضر هو الانتقال من الريف إلى المدينة وهذا التغيير رح يساهم في تغييرات اقتصادية واجتماعية وكذلك تغيرات ديمغرافية فرح يزيد أعداد المدن بسبب الانتقال من الريف إلى المدينة رح تكبر عندي المدينة ورح يصير بيها زخم سكاني أو تركز سكاني كبير هذا فيما يخص التحضر قلنا هو انتقال السكان التعريف الثاني هنا ننتقل إلى الورقة الثانية رح يكون عندي الحضرية ما هو تعريف الحضرية أخذنا التحضر أما الحضرية رح نرجع نعرفها ويقصد بها العملية التي تدل على نمط حياة معينة إذن الحضرية الحضرية هي نمط حياة بيئة مدينة معينة يعيشون على نمط معين فهنا بيئة الريف رح تختلف عن بيئة المدينة إذن هي نمط الحياة هي العملية التي تدل على نمط الحياة التي يتميز فيها المجتمع أو بها المجتمع في المدينة وطريقة حياة الناس إذ تتميز بعض المدن بعض المدن ببعض القيم والمفاهيم الاجتماعية هناك قيم ومفاهيم اجتماعية تتميز فيها مدن معينة دون غيرها رح يصير تفاوت والأمثلة كثيرة وسلوك محدد لسكانها فضلا عن مفاهيم نفسية واجتماعية وأنماط الشخصية الحضرية الذي تتطلبه حياة المدينة هنا ما شو يقول لي يقول لي ما هو تعريف الحضرية نقول لي تعريف الحضرية هي نمط الحياة للناس اللي رح يسكنون في المدينة تتغير بعض المفاهيم الاجتماعية والقيم في المدينة في مدن دون غيرها تبعا لتغيير مفهوم المجتمع في هذه المدينة هنا السبب رح يكون بسبب وكذلك سلوك الناس رح يختلف من مكان إلى مكان آخر فضلا عن مفاهيم نفسية واجتماعية وأنماط الشخصية لذا تتطلبه حياة الذي تتطلبه حياة المدينة رح يغير نمط حياته نمط حياته اليومي عاداته تقاليده يختلف مجتمع الريف عن المدينة مثلا عندنا بالعراق مجتمع عشائري رح يختلف بالمدينة بعض القيم والمفاهيم العادات التقاليد المفاهيم الاجتماعية الطرق التواصل طريقة كل شي رح يختلف المدينة عن الريف فإذن هو نمط حياة رح يختلف رح نجي على التعريف الثالث اللي هو النمو الحضري ما هو النمو الحضري نمو الحضري يقصد بيه نمو السكان وسبق وين اتناولنا إن النمو هو أما زيادة في أعداد السكان أو نقصان في أعداد السكان هذا رح يسوي تخلخل سكان رح يصير تغير في أعداد السكان فهو النمو أما زيادة في السكان أو نقصان في أعداد السكان يطلق عليه النمو الحضري بما أنه نقول النمو الحضاري يعني هذا الزيادة راح تكون أول نقصان في المدن وهي نسبة التغير في عدد السكان في عدد سكان المدن خلال مدتين زمنيتين مختلفتين إذن شون راح نعرف هذا النمو شلو نصار مثلا نحسب من السنة الفلانية إلى السنة الفلانية راح يختلف عدد السكان من هذه السنة إلى هذه السنة هذا التغير في عدد السكان نطلق عليه النمو الحضاري للسكان هذه المصطلحات راح ننتقل إلى الموضوع الذي بعده وهو اتجاهات التحضر في العالم كيف كانت اتجاهات التحضر في العالم؟ على الرغم من أن المدن تعتبر ظاهرة ترجع إلى الألف الرابع قبل الميلاد في وادي دجلة والفرات إلا أن ظاهرة التحضر بدأت بالتسارع في منتصف القرن التسعة عشر التاسع عشر إذن هنا سبب اللي راح نحتشى عليه اتجاهات التحضر إحنا سبق وين اتناولنا قلنا في الألف الرابع قبل الميلاد في حوض بادي الرافدين في نهري دجلة والفرات ولكن متى بدأت تسارع؟ بدأت تسارع في منتصف القرن التاسع عشر وتشير الإحصاءات إلى أن عدد السكان المدن في العالم حتى مطلع القرن التاسع عشر هي ألف وثمانمية مدينة ألف وثمانمية مدينة لم يتجاوز أثنياً بالمئة من مجموع سكان العالم وحتى عام ألف وثمانمية لم يكن في العالم ألف وثمانمية ميلة نرجع إلى هذا أن عدد سكان المدن في العالم حتى مطلع القرن التاسع عشر هو ألف وثمانمية ميلادي لم يتجاوز أثنياً بالمئة من مجموع سكان العالم وحتى عام ألف وثمانمية لم يكن في العالم إلا مدينة واحدة وهذه المدينة يزيد عدد سكانها على مليون نسمة وهي مدينة بكين في حين بلغ عددها عام ألف وثمانمية بلغ عدد هذه المدن ستة عشر مدينة مليونية وازداد هذا العدد إلى ثلاثمائة وثمانية وسبعين مدينة ومن المتوقع وهنا من المتوقع أن يصل عدد المدن المليونية عام ألفين وخمسة وعشرين إلى ستمائة مدينة مليونية وفي عام هاي كل هالإحصاءات عزيز الطالب لازم تنتبه لها خاف تجينا على شكل فراغات في الامتحان الوزاري وفي عام ألف وتسعمية وفي عام ألف وتسعمية وخمسين كان هناك مدينة واحدة يزيد عدد سكانها على عشرة ملايين نسمة وهي مدينة نيويورك في حين وصل عددها في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى تساطعش مدينة في العالم على مستوى القارات حسب إحصاءات الأمم المتحدة لعام ألفين وثلاثة عشر هذا التغير والزيادة في أعداد السكان وفي اتجاهات التحضر وظهور المدن الكبيرة والواسعة والتي تقدر بملايين بعدد الملايين ويتضح لنا إن نسبة عدد سكان المدن إيش راح يكون نسبة عدد سكان نسبة عدد سكان المدن في القارات فرغم إن قارة آسية تحتل المرتبة الأولى هنا أنا عندنا خافي يجينا التوزيع الجغرافي إن قارة آسية تحتل المرتبة الأولى في عدد سكانها في عدد سكانها إلا إن نسبة سكان الحضر فيها تقل عن خمسين بالمئة ولكن نسبة سكان الحضر خمسين بالمئة مع الملاحظة إن نسبة سكان الحضر تتباين أيضا من دولة إلى دولة أخرى على مستوى كل قارة إذن هنا التباين راح يكون اختلاف من قارة إلى قارة أخرى في أعداد المدن ويمكن وصف اتجاه التحضر على مستوى العالم في اتجاهين وهذا السؤال مكرر وزاريا سين اتجاه مستوى التحضر في اتجاهين الاتجاه الأول راح يكون عندي اتجاه تميزت به عملية التحضر في الدول الصناعية أو الدول المتقدمة والاتجاه الثاني الذي تميزت به أو هو الذي تميزت به مدن الحضارة غير الغربية أو مدن العالم الثالث إذ كان للثورة الصناعية المتقدمة في الدول المتقدمة دورا بارزا في عملية التحضر إذن هنا عملية التحضر راح يتم بسبب اتجاهين الاتجاه الأول في الدول المتقدمة والاتجاه الثاني في الدول العالم الثالث في الدول المتقدمة نتيجة الثورة الصناعية التي ظهرت في أوروبا وبشكل رئيسي في المدن الأمر هنا الأمر الذي أدى إلى توفر فرص عمل إضافية في هذه المدن إذن بسبب الثورة الصناعية ظهر اتجاه التحضر في المدن فالمدينة هنا راح تركصر بها عدد تركز كبير من السكان فرصة العمل وخلال المدة ذاتها ونتيجة للتطور التقني استخدمت الآلات الزراعية أصبح هناك فائض في الأيد العاملة هنا شنو عوضنا الريف؟ عوضنا الريف بالآلات والمكائن الزراعية اللي عوضت النقص في عدد السكان في الأيد العاملة في المناطق الريفية وقد صاحب ذلك طلب الأيد العاملة في المدن الأمر الذي أدى إلى زيادة تركز السكان في المدن الغربية وارتفاع معدلات التحضر وقد صاحب التحضر في المدن الغربية تحديث وتصنيع أما الاتجاه الثاني في الدول النامية والتي شهدت مدنها هجرة قوية من مناطق الريفية ذلك بسبب هنا نتعليل راح يكون الاتجاه الثاني قلنا في الدول النامية ودول العالم الثالث اشلون راح تكون بسبب تخلف الريف وانخفاض المستوى المعاشي فالهجرة إلى المدن ساهمت في خلق مشاكل في مشاكل في المدن من الناحية وساهمت في تخلف الانتاج الزراعي في الريف من ناحية أخرى إذن هو عكس الدول المتقدمة صار بسبب تعويض الريف بالمكائن والآلات جدت فرصة عاملة إلى المدينة تعمل ولكن هنا في اتجاهات في الدول النامية أو دول العالم الثالث بسبب تخلف الانتاج الزراعي وانخفاض المستوى المعاشي واتجهت الهجرة الريفية إلى بعض المدن الكبيرة حيث توفر فرص العمل وتميزت بأنها هجرة المرة الواحدة وهذا التعريف وارد وزاريا اللي هو هجرة المرة الواحدة عزيزي يا طالب هذا ما يسعفنا به الوقت نأتي هنا إلى نهاية هذا الدرس عسى أن تنار رضاكم واستحسانكم دمتم برعاية الله وحفظه شكرا جزيلا اشتركوا في القناة